بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي دفعي السنوية عامة 2025 كل سنة طيبين سنة سعيد عليكم إن شاء الله إن شاء الله كل طالب من طلابي حبيبي سواء سنتر أولاين إسكندرية أو من أي محافظة يحميك ربنا إحنا ربنا كرمنا بأواية الجمهورية ربنا دائما بكرمنا بأواية إسكندرية قاهرة أخواننا اللي في الصعيد أخواننا اللي في البحيرة لو أحد بيبقى فخور بكل ولاده الصراحة لأنه معروف عن مستر حسن بابا حبيبك نوبي عشائك عشان اللي بحبك وبحب الطالب بتاعي يكون مميز إنت طالب غير أي طالب غير أي طالب في الماتيريال المادة العلمية الدسمة بقرر تاني الداسمة جدا اللي هتقابلك على مدار السنة سداني أنا بقالي دراتي داخل على 33 سنة مدرس أول سنة درستها سنة 93 ودرست منها كتالت أبل أولا وتاني كان فيه عندنا كده نقص ومدرسين لغات الإنجليزية دفعا مزدوجة كتايا بقى الله يرحمه فتح سرور وكان الموضوع صعب جدا على الدولة فالحمد لله الحمد لله بفضل الله وحده مدرسكم خريكو للتربية لغة إنجليزية مفروض أنه كنت تحضر فأخذنا ثالثة أداب إنجليزي وربع أداب إنجليزي فبفضل الله وحده منهك ثالثة ده مع صور في دماغي من أول ما قلنا إكسيل كان منهك درست وانا طالب درست وانا طالب ودرستك كمدرس فأنا بطمنك أن إن شاء الله قول إن شاء الله ما في معلومة كمدرس وصلتلي أن لما توصل لسيادتك على مدار حوالي أربعين حصة كوني بقولك أربعين حصة يبقى أنت ما تزهاش من حصة الأولى والتانية خاصة طلاب اللغات حبيبي طلاب التجريبي إحنا بنبدأ على الهادي إنما بنشد والله ما تخافش خالص ده نطالب اللغات لما تكلم من أرضا في حصة أرضا في التنسز هتلاقي نفسك الموضوع سهل خالص لا ماشي معاك بس هتلاقي فيك تركاية ما هي السنوية عام يعني أنا أقول لك والله بحلب بالله أول ما اشتغلت يا حبيبي يلاقي الطلبة من فكتيريا كوليج عال شطر قوي أقول لها يا ربي يا ربي يا ربي إيه دي رهمها علي ده الإنجليزي بالنسبة له حاجة سهلة مخدتش درس إنجليز ومركزتش مع سيادتك هلاقي نفس مركز الكيميستري والبايو فأنا أحملت أدي حاجة طب طالب العربي الشاطر المميز هيلاقي نفسه مستمتع جدا لأن أنا عارف إن طلب التانية وقول أنا مربيع على طريقتي فالنهار دا هيستمتع أما المذكرة وطريقة شرحي صدقوني للطالب الضعيف اللي هو بيدعي إنه ما تأسس فأنت هتتأسس على الأدية بس عايزة منك ما كوت جبر شوي المادة العلمية كل حصة ممكن تتلم في 3-4 ساعات معك إنت هي 8 ساعات فعشان خطري أنا براجل شقيان وبباك راجل شقيان وكلنا بنقدم دور خدمي إن إنت تنهض وتبقى رقم واحد في البلد أدى هو الحاجة حاجة التانية اللي إنت لازم تاخد بالشعار دا الشعار دا مهم جدا وأنا مؤمن بيه حاجة كده كوت يعني كده حاجة مكتوبة على باب جامعة هارفيلد أمريكا الكوت بيقول إيه time is a study pain هي كده أنا باللخص أقوله study pain is temporary يعني study pain is temporary ألم المذاكر ألم مؤقت hasn't learned لو أنت كبرت دماغك ومتعلمتش كويس the pain is lifelong الألم مدى الحياة فهمني بالراحة يا مسنر اللي إنت الزهق اللي إنت فيه والتعب اللي إنت فيه مش طول عمرك هتبه في سنوية عامة عدي معايا بالضبط 8 شهور بيعدوا بسرعة سبحان الله حتى سبحان الله الرتمي بيبا سريع لايه ما فاش برقة زي ما انت عارف احنا على وشك نقوله على أيام إيه في أواخر الحياة فإنت حاس ما فيش برقة في اليوم بيعدي الشهر بيعدي نمحة الدفعة صدقوني ما بصدق ببدأ أسمي الله اللي إني نفسي هوب وصحابة اليونت 2 أو 3 إنما study pain is temporary study pain is temporary ألم المذاكر ألم مؤقت مؤقت يامني يامني حط رجلك في كلها محترمة توقلك عيش إنما هزنت اللونت لو أنت للأسف ما تعلمتش كويس الألم هي بقى ودي شكود أولية الأمور أنا ابني عبقري بس مش كنت أنه هو لعب خلي بقى اللعب ينفعك ما ينفعش خد بكلام عشان خاطري دي سنة ستنائية في حياتك العيال حبيبي رجالتي من كل منطاع عارف العيال اللي هي شئيانة يامني بطل لعب سيبك من ذكرات أولى سنة وتانية سنة والنقل أنت جاية ناس تانية من محافظة أني هتراب عليك وضع امتحان بيحط امتحان بيفرز الطلبة حوار اسمه critical thinking يامني طريقة باباك غير طريقتك خالص طريقتك في سنوية عامة غير طريقة مستر حسن خالص مستر حسن ده يا جماعة في العربي كنا نقضي قصة اسمها عبقرية الصديق أو عبقرية عمر نخش نحفظ نقفل أول الله إنما نرد أنت عندك أنت قراءة حرة والإنجليزي بقى قصة عم القراءة الحرة لأن أنا بقعد أبني في سيادتك ليه عشان في قطعتين مستنييني بستاشر الدرجة بقى أبني في سيادتك فوقاب ليه عندك أربع جمهة ترجمة الله أكبر عليهم وبقى أبني في سيادتك ليه واهتمي بالرايتنج فأنا بتعلي سكيلز بقى وأنت معلم وفاهم لازم اهتمي بالفكاب والجرامر سواسية والسكيلز شغالها معاهم فعشان كده أنا طموحاتي دائما نقول لولادي احنا طبقة متوسطة مش هينهت بنا للتعليم يبنى النهاردة لما روح زي باباك يعمل عمرة فخور بالمصري اللي وقف في السيادلية كل الجنسيات بتجري عليه خش هندسة انت مصنف عالميا فهي جامعة دخلتها من كفر الشيخ لعين شمس الاسكندرية البرسعين حاجة تشرف بسم الله ما شاء الله أنا طالب الله أكبر علي من طلب المحترم أدبي أدبي بلازم أركز في اللغات أدبي يعني ألسن يعني تربية إنجليزي يعني تربية إنجليزي يعني يا حبيبي حقوق إنجليزي تجارة إنجليش يا ولادي يا ولادي يا ولادي فلله عليك طالب علم علوم علم رياضة مش مستنيني أقول له لازم تحط الإنجليز جوه قلبك وعنيك داخل الجامعة مع واد من خريج أمريكان أو آي جي أو ناشنال انتر ناشنال عيانة فراودة فأنت عندك كم مذكرات الله أكبر عليك وصلت لك حاجة زي الفل أما أدبي كليات القمة لها تنسيب اللغة الإنجليزية دي الصراحة المقولة بتاعتي في أول السنة توزيع الدرجات زي ما أنت شايف هما بالضبط 37 سؤال بيعملوا 42 درجة اختيارات فيه تمانية مقالة زي السنة اللي فاتوا اللي قبلها اللي 14 جملة محدش يقولك بـ 14 درجة فيه جملتين مستخبين كده بدرجتين منهم الله أعلم بتشتمل على أربع حاجات الفكابو وإحنا معلمين فيه وعالة شطرة فيه الجرامر هيه با الجرامر العادي والترقوم أنا بقى بسميه بي بيرفكت تمام يعني ما عنديش يا جماعة النهاردة هشرح لك ما عنديش ممكن تسميه بحالة أنا بقى عشان نعمل عشان عارف ان التنسيز ديت هو العدم الاساسي اللي هفرت بيه الجرامر كله بعد كده وخلاص وهتلاقيني بقى مش عالين هتلاقيني شرح هعملي بقى حاجة اسمها هشرحها قعد اسمها هشرحها بص يعني انت ده حدوتة كبيرة الحبيب الله يكرمك عشان خطري ما تحكمش عليها من حصة او حصتين او شهر او شهرية ده الموضوع طويل يصعب علي عيال بيحضرهم معايا اول السنة ويلفي عيني بعديني اشابه بيبكي ليه لان انا معروف ان انا هارد ووركر يعني حصتي تعمل في المنصة اربع خمس ساعات تعمل زي ما تعمل ما تعدش عليها الوقت في القعب يصوتوا ويصرخوا وانا شغال ورجحوا مهدوم تاني عشان انا مدرس انجليزي ما يفعش اضاعف حصة فاشي دي حلك معايا انه بك سواب طيب خلاص يا مستر عرفنا ان احنا عندنا جرامر هاي بطر اقومي وجرامر اولى وتانية معانا والفوكام معانا وفي بقى سؤال كده على حوار اسمه بنكة ويش ده انا اخذه في الحصة السبعة والتامن تمام كده يبقى انت عنديلي كده عنديلي مع كورسي جرامر ودي الترجمة عامي كمان جاية اختيارات بعد كده بيبقى عندي سؤالين بتامن درجات النوفل هنعد المذكرة اللي معاكوا التامن حساس ونبدأ بعدها على طول جريتك سبكتيشنز اما البراجراف بيبقوا ست سطور او الايمين ست سطور بس انا خليلك تكتبهم ان شاء الله عشر سطور المجموعون لكل خمسين هنعمل امتحانات تجربة واحد واثنين وثلاتة درجتك فيه ممكن تلاتة تلاتين من خمسين ما تزهقش خمسة وتلاتين ما تتضايقش اربعين ان شاء الله وعدك اخر السنة تقفل لان امتحانات بتبع فيها شوية على اساس ان انت بعض مكناشي فالله يبرك لك دي توزيع الدرجات السنة طيب انا مستر بس ازاي زاكر انجليزي هو ده السؤال اللي هيجاوب عليه امتحان سنوية عامة الفين وارباحتاشر السؤال ده انساله انساله طلبة بيسأله كتير جدا جدا واده قطعة السنوية عامة هشرحها لك بتجاوب على السؤال 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 بيقول يا مستر نفسي يا مستر اتعلم اذاكر انجليزي ممكن تحددنا اللي امتحانة هيجي ازاي ففي القطعة دي اللي هشرحها لك دلوقتي قول لك وعشان ده انجليزي مش كيميا وعشان ده انجليزي مش تاريخ مالوش محتوى معين يا سلام يا سلام يا سلام وما اللي انت قعد بيبت رحان طول السنة ليه عشان نعمل دماغ او والله العظيم طب عايزة بشاطر في اللغة الانجليزية قال لك روح شوف قناة ناشنال جيغرافيك ليه 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 لان معظم موضيع بتبقى environmental topics يا سلام على topics بتاعتك دي يا مستر او اشوف قناة البي بي سي او السين ان لان معظم الاحداث عن قناة انا بسجل معاك يا سيدي وانا اطلع ممراجعتي يعني النهاردة مسلا ممكن اللي نفس باتكلم فقط عن الارهاب ترورزم كل اتحان اللي موضوع فعلا عن البيئة عن الانرجي تمام عن كمة جلوبال وورميج الاحتماس الحراري اللي قطع عن الخيال علمي اللي قطع طبية بالهابل مش احكي لك بقى اللي هتشوفه بقى تمام يحميك ربنا نبيب عندنا يا اولاد يا سلام يا سلام يا مستر يا حبيبنا كده حلم تحنا بروفر محلم تحناد القطع دي بيتأكد كلامه ونظريتي وبعدين لما تتعلم بقى يا سيدي يا حبيبي انت لما تقرى يا اياما وتحل الستين بتوعي سبحان الله خلي بالك انا راجل معاك وبحبك يعني بديت كم الورع سدقني وادقه ودود انافزه فانا بديت كم كبير معلاش وعارب برضو انه عندك مواد تانية وكل المواد التانية بتشقيك بس انا عشان بنحبك مركزين معاك برضو يعني برضو انا عارف اليومية بتاعت 8 ساعات انت لازم 8 ساعات يوميتك في مذاكرتك الجميلة قال لي من كده بتهجس والتمانية الحلوين اللهم النوم بتوعك كده 16 فيه 8 الدرس اللي انت بتاخده الحصة اللي انت بتاخدها اللوم اللي انت بتقولها صلاتك الجميلة اليوم اليوم في برق تمام عشان خطر انا بقولك راكز طيب احنا قلناك كده خلاص لان احنا احنا فضيان لك يا مستر نشوف لك ناشنال جغرافيك او قناة البي بي سي خلاص خليك بقى مع ورقي وده ملخص لكل اللي هتشوفه في الحياة طب انا عايز ابشاطر في اللغة الانجليزية قال لك لازم تبشاطر فاربح حاجات من هي الفور سكيلز لازم الليسنينج يا سلام عليك يا مستر سبيكينج تبقى لبلب كلام يا مستر والريدين والريتينج احنا بقى مصدومين في الليسنينج انا بقى لم سنة كام سنوية عاما سنة تسعة وتمانين في سن بابا انا يعني سنة تسعين لما ادخلت الجامعة تمام كان عندنا مادة سفاة فوناتكس وعلم اسمه علم الصوتيات والجرامة نخش يا ولاد مع ملبا ونقعد نسمع ونقعد نباهر بالنيتف سبيكور بيتكلم قدامنا في فيديو وحنا نسمع ونحلت شوية هو ده متحان اللي انت تحتاجه ان شاء الله لما تبى نجم من نجوم اسكندرية والقاهرة ومحافظاتي الجميلة نوى اطلع انجلترا عشان احضل الدكتوراه حتى لو في كل الزراع لازم ياخد او الطفل اللي بيقول عليه طويفل بس نطقه طفل على طول كده حبيب انت يا ولاد يا جميل انت اللي بيعتمد على listening اما لو عايز تبقى لبلب بقى كمرشد سياحي هتطلع عندنا المنطقة الشمالية او البريتش كونسل او الامريكان سنتر فهي محافظة ويلا بينا انا عايز كورس كونفرزيشن يا سلام لا مستر حسن بقى موفل لك ولفاية مؤلفة ليه لانك عندك بوكاب اما بالنسبة reading دي مشكلة كبيرة بتقابني لان الواجب الصراحة بيرى معايا في المنصة ومعاك النجار انجليزي مس هند طاها بسم الله ما شاء الله مستر ادهم محي بسم الله ما شاء الله الاسدازة الاسامي تمام واحيانا بنستعين بالاسدازة نادا فتلاقي عندك القناة جميلة على اليوتيوب بلاقي حد في القاعة بيقرالي بالعافية لان اعايز امش برتمي مين برتمي مس هند يعني عشان انا معروف عن ان انا رتمي لحد ما بضبطه على قد تفكير الطالب حتى هنا بيقولك ابارة ببطء شوية عشان ايه تفهم فانت لازم تطور الفورسكيلز الفورسكيلز انا زعلان طبعا من ان الدولة لغت من نكو الديالوج والسيتيوشنز لاني كتفرقت معايا انا كنت انا معلم في الكلام ده موجود طلبة الازر طلب الازر عدد منهم بيبقى معايا لهم مع المعلوم بيأخذوا معنا جريتك سيفكتيشنز لهم ادبي مبروك عليك يا ولادي الاسلامي شرحوا علي يوتيوب هدية والديالوج شرحوا علي يوتيوب هدية تلاقي كل حاجة بتنزلك انت بس خليك على الجروب بتاعنا طول مستر حسن كل طبوحاتك نزلها وعلى طولها تلاقي التيمورك بتاعي خد دائمك منها دائما احنا بنلبي رعبات الطلب طيب يبقى انا لازم اطور طب ممكن يا ولاد اشرح لكم القطعة برضو عشان خاطر برضو عشان تصدقوني عشان انا بابا حبيبك وبعد ما استعدها لنحل عليها التامن جملة وممكن يا ولاد قابلكو تعطي ان شاء الله في الحصة الرابع او الخامسة في مراجع اخر السنة لان احنا نحل المتحانات سنوية عامة من عشرين اربعة وعشرين لغاية الفين وحداشر حل كل المتحانات سلسلتها له مع ان السلسلة بتاعتكو ده من عشرين يعني انتو لكم عندنا المتحانات كورونا وانتو طالع يعني ان انا عشان بحبك باخد المتحانات من فوق لغاية منزل لاخر فكرة يعني انا بشعلك خمس ست ملاك كده انا فهمتك القطع على فكرة بس عايز اقرأه لك كده لعله وعسى تطلع بكلمة جميلة مع بابا حبيبك مستر حسن بعض الطلاب احيانا بيسألوا مدرسهم زي مستر حسن يخض بعض الموضوعات الجميلة لي يا مستر عاملة زي بعض الموضوعات حديدهن يا مستر حسن يا حبيبنا عشان دي ممكن تيجي في الامتحان فالراجل بيقولك ايه بيقولك وعشان ده امتحان لغا انجليزية ان انجليش لانجوج اجزام زي ريز نو اسحى دي هناخدها بقى ان شاء الله عارفة كلمة بريسكريبت ايوة زي بريسكريبشن تيبيكل كونتننت عشان دي مادة لغا انجليزية مفهاش محتوى محدد كلمة كونتنت حلوة 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 زي بيستر ادفايز ايه احلى نصيحة لك يا عم حسن is to take a wide interest in topics of all kinds يبقى انت لازم تاخد فعلا مواضيع كتيرة في كل حاجة تتكلم تبقى لب لب كده زي المدرسين العرب الشطار اللي حساسهم طويلة ليه لانه فعلا القراءة الحرة هتفرق معاه طب يكمل هنا environmental topics دي موضوعات حيوية في اخر السنة في سنوية عامة يا محلت والله العظيم global warming الاحتباس الحراري موضوع عن مين evolution world problems حارف في مشكلة ايه لسه عاملها اهى letter l i w t e r دي اهى global letter مشكلة عالمية حتى جمع القمامة اهى موضوع بيئي برضو والenergy موضوع تاني يا جماعة ويقول ايه millify برضو في عائل عندش والتركي دي جدا وانت لو ضعف تنهط يعني دايما نقول للعائل ايه يا ولاد ادي air condition التكييف فوق ما نفعش نزيله على الارض فلازم تسعد توصل للمادة وما تنساش في الاول وفي الاخر انا بحبك والله العظيم بحلب بله بعبر عن حب للطلبة بالشغل يصوى طولي في القاعة وانت عارف عارف انت انت اونلاين قاعد في التكييف في المروحة ادي كاعد نفس واحد في الغرفة انما تعال اشوف الحشرة اللي احنا في القاعة صعبة فطالب السنتر حتى ما بيسد حصة تنقبلي بقى بيطلع اونلاين انا اعملي بس انا لازم اكون متواجد هنا ومتواجد هنا تمام لان انا بعمل حاجات جميلة على اليوتيوب بلاحظ ان يعني مش بيشوفوها ولا اي طالب بيشوفها فانت اهتمي باللي انا باهتمي بي عشان خطر طبعا العبا معاك جميلة زي الواشنطن بوست مسلا والله اول ما دخلت الكلية كان عندنا الجازات جرناني انجليزي عندنا مؤسسة الجمهور العملاء والاهراب موكلي هتبعت في اللجنة مرتاح موضوع قبل كده عد عليك تمام تلاقي نفسك الصراحة عندك فلونت عندك طلاقة في اللغة الانجليزية ودي هترفع من كفاءتك ويكمل الراجل حسن اللغة بتاعتك والكلام ده موجودة قد عندك في مذكرتك لستمتاع لازم انت تضبط لي ال 4 skills الاربع محارات منهم اصحابهم دي انا بتأكد ليا تمام ودي ساعدك تعمل وعشان كده انت بذكر الانجليزي ايه لاب صوت عالي وانا بانط انطق معي تمام وانا بشرح جرامر هتلاقيني عمل سيستم جميل قوي رمي لك كده على كل 32 جملة وجايب لك واجب كتير من الجهوب وهرى لك الكلمات على يوتيوب ما تخافش خالص خليك مركز معايا read any english language newspaper الاوة سبحان الله ربنا يا والله يرزقك كده بالفهم slowly يا حلاوتك يا والا go and slowly عشان تفهم to understand وكمان ايه the meaning of what you are reading including idioms بعض المصطلحات الجميلة ويختم بها زرا الميني كلمة جميل قوي purples ايو ايو على كلمة purples purples معنى saying معنى proverbs ولسه في واحدة في 20 23 جات سنوية عامة لو انت فاكراها يا ميس هند ومسترقاتها معايا سمعيني التصوير الجامل ده الصديق وقت الحاجة هو الصديق الحاجة هادي كانت سنوية عامة تمام ويه كمان يا ميس فاكرا حاجة able fables هادي عنوان unit 12 هيبقى عندنا fables قصص حيوانات ونطلع بمغزق كمة moral وكمان short stories وكمان short stories وكمان legend اه legend في المناج unit 12 عنوان يا أولاد كده اسمه legend واسمه myth هنقضو كمة myth ده وآخر unit في كمة فيبل كانت 3 كلمات legend يعني اسطورة من اسطورة العصر اللي احنا عيشنا فيه سلمك دي عقوب واحد عاش بنا تمام واصبح اسطورة بلغنا في حبه زي صلاح كلعيب كورا بلغنا في حبه مين معاه كمان كمة myth اللي هو تفسير خرافي للكون اللي هي version بسمى النسخة السياء لتفسير الزوار الكونية يعني هي ظاهرة زي السولار اكليبس يقول لك فلان مات حصل كثوف الشمس زي ما انتم كده لو فاكرين كينجلير كان نفس الموضوع كينجلير لما الملكة هان عاش ما تبقى في كمة السطور المهم يا عم they are good because they are easy to read and carry interesting message حلوة reading such stories improve your vocab حلوة children's books يا أولاد بيبافها الكتاب وفي رسومات للكلمة يعني كمة تايجر إلى رسم التايجر دي بنسمعها illustration توضحات such illustrated dictionaries حتى الدكشينرز بتاعت الأطفال غير الدكشينرز بتاعت مستر حسن بتبقى illustrate حاجات ما موضحة excellent resource for those learning English as a second language تمام يلا مسهند معايا كده هنشوفوا الأسئلة بعد ما نرى آخر فقرة prepare your own dictionary خلي نفسك الفوكاب الخاصي بتاعك يعني أنت وانت قاعد معايا دلوقتي ليك مقدمة ميزة في الparagraph الله وانت قاعد معايا ليك idioms ومعين بتحبه ليك حاجة اسمها transition signals يعني conjunction بتاعشها انت يوميا بتكتب العشرة الكلمات اللولي اللي انت طلع بيهم وعشان اطمنك انا هديك يا عامة كل اسبوع مت كلمة بس انت لو طلب مميز احلف لك بالله اصعب يونة سنوية عامة ما هم اللي 20 كلمة بس انا بفرد عشان عندنا طلب ضعاف فيقول لك every day try to write down some of the key and the new words حلوة وحاول تبقى master يعني بتتطكن الكلمة تعرف استخدامها تعرف في الوقات choice حلوة حلوة كلمة master دي construct your own sentences using the word that you have noted in your dictionary كلمة حاول تحطها في جملة لا يرحموا ويسمحوا مدرسي في سنوية عامة مستر محمد معروف والله العظيم كنا بنقود على عطرابيزة خمسة ستة وانا في تانية سنوي قال لي حسن حط كلمة children في جملة for the children must be vaccinated كانت شوف المدرسيين زمان قيمة كبيرة قوي يرمي لك كلمة تافة ويقول لها حطها في جملة عايزوا لك واد ال verb واد ال object فانا لما قلت له قال له لا قل لي عرفك بكمة vaccinated كنت احافظها كده مع نفسي كنت حبيبها يعني الاطفال يجب ان يطعموا قال لي هتبقى مدرس انجليزي والله من يوميها حبيت المادة كنت ما بده اخش علم الرياضة دخلت ادوي لانا عايز اخش انجليزي بقى وبدأت احفظ الكلمات ممكن على كف ايديه احفظها رايح مشوار اصلي الفجر واعود معا كتاب اسمه new pioneer كان ايامها ideal guide كان موجودة كتاب تيتشار ده كان ليه شلنا ورانا زمان فالوعد ايه الحاجة خلاص لما ربنا اكرمني بقى في الكلية اعود اعرى واخش المكتبة واتطلع اللغة كده فطلاب ادبي حبابي ان شاء الله السون انت مفكر مثلا هنتكلم في unit 1 read all about it هتكلم عالجورناليست هنتكلم عالخبر صحفي تكلم واحد مثلا لبل في الكلام برامج التوكشو بدون كلهم اساسا كانوا صحفيين فهنا نفس الشي بيقولك خلي نفسك الفوكاب بتاعك شفت دي اغلا بيميثوديكال حلوة تمام يعني خليك منظم في الفوكاب في الاديمز العب كمان فريز الفيربز مأساة عندنا في اللغة if you follow this method حبيبي باحفظ بالألم والورقة بانطع بانفعل بشرد الورقة يا أولاد highlights واضرب نجمة واضرب نسانت حبابة تكتب احلى كلمة هي دي المذاكرة انا مش متخيل حدي بذكر لسه على السرير بقى ونايملي على المخده والقبل ده انفعل الانجليزة زي الرياضة بالضبط it's up to you بقى بيقولك بقى الموضوع يرجعلك to start enhancing your english don't hesitate and start now انا بعشق المقالة دية لانها والله لما جات الفين واربحتاشر بحلب بالله قال قالول اكينك كنت تقعد معنا في اللاجنة يا مستر ودي عمي طريقة طريقة المستر طول السنة طريقة لولي 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 مستر حسن حبيبك مين نفزه مستر احمد هيكل مين نفزه مين نفزه مين نفزه مين راجع المستر مع ميس الاء وميس هندي يعني الموضوع شك جدا حلوته زي ما انت شايفه جماله بديك الجملة الله عليكو على الاجابك يا ولا ركز يا ولا مش عاملك بقى خمس جمل زين اهم لك يعني انت لو بتشوف الحسة على الموبايل هتلا نفسها فاهم كل حاجة واجه ايه عطيلك الاربع افكار حتى واجه ضرب لك دي على وشك حلوة 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 كاجابة واجه خليك تفكر برضو وبعد جدا هتلاقيني بحل الهومورك وانا قاعد كده على المكتب ببعصة بهدية وقال عشوز بقى واعدلك بقى بسم الله ما شاء الله احودي احكي لك الجملة ماشي ازاي طريقة نجحة جدا في حل الواجب هنرجح كده لأول سؤال يا هندي اتفضلي يا ريب راح يا هندي انا اول جملة يسمعوا مننا عشان يارفوا اللي احنا ناس بطاة هو بقى مع نفسه يضرب الفيديو في اثنين في دلاتة ربنا يوفقه اول سؤال يا هندي بيقول ايه اتفضلي طب نفهم السؤال بعض الطلبة بيسألوا انهم يعطوا بعض الطابق الموضع ليه طبعا عشان تساعتهم هما يخشوا اللجنة وينجحوا يبقى لي جابة نمبر بيه اتفضلي اتفضلي هلو لو جتي بقية الإجابات هتلاقي هل انا بديك طبع عشان كنفيوز أربكك استحالة دي بعيدة قالش انا جايلك انظم وقتك استحالة دا الموضوع كله زي ما الفترة زي تعد من اللجنة ولا انصحك اسناء اللجنة لأ انا عايز انجح يا مستر فانديني موضوع زي ما واجبها بالنص السؤال التاني حلو اوي يبقى دي حاجة اسمها ياولاد يعني مراضفات ياولاد مرتاح مرتاح يبقى مرتاح يبقى دي حاصيلة لغوية بيبعد عن القطع بقى اخر السنة ويلا ديها الحاجة انا مهتم ببقى جدا انت اخر السنة بيبقى عندك 8 امتحانات في 16 قطع كم كبير بس العاد بياداروا عليه عشان تبقى مثقف يبقى انا بقى ديك هنا at least relaxed مش يطلق صراحة release او interested يهتم او يضغط نفسه حلوة التالتة what does the underlying the pronoun them وانا بشرح قلتها مش كده يا بنتي فين هي environmental topics دي موضوع جميل number 4 why must a reader read slowly عشان يفهم برضو انا بشرح جاي مسيندي معايا بختار طالب يربط to understand everything they read حلوة اللي بعد global warming is a topic which حلوة global warming لاحتباس الحراري لا اسم بقى لما تقباره تاني اسمها green house effect is a topic which which influences all world peoples تمام ما ينفعش اقول هابن بس in europe ده global او took place in small parts برضو غلط influences يؤثر على الله الجلمة دي بحبها اسمها ايه باربوس معناها seeing اقولهم اصول وجناز البدي باع اللي مين باع بروفيرس منزيل اهدية للولادة اللي معناها اقولهم اثورة حلوة number seven بيقوله why is it بص بص in advisable ليس من الصح for a student to be given a list of topics او حد يتاجر بك وولك اللي متاحنا ايجي من انا يبقى تاجر امال ليه بفرد لك فردة جامدة اهي the best advice to take a wide interest وعتنسا wide interest الله يكرمك in topics of all kinds اخر جملة يا حبيبي according to the passage تبقى للقطع وحلوتها how can you be familiar with different topics ازاي تبقى familiar familiar ازاي انت تتلاقي الحاجة بالنسبة لك عادي 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 اهي you can watch documentaries اصحى شوف قناة زي national geographic افلام عالمية وكمان ايه read newspapers in english هي دي الاجابة صح مش you can watch movies and read magazines in english لا انا عايز اتكلم على familiar انا في سنوية عامة مش داخل انا دور سينما للهنهار الاساس هي ايه اللي هي زي ما قالها documentaries مش you can watch cartoons ليلهنهار ما جابش سيرة الكارتون حتى يا جماعة مش you can watch play مصرحات ليلهنهار لا الاساس هي كلمة ايه documentaries بكده انت فهمت طريقة تعلم اللغة الانجليزية ده الاساس طيب انت دلوقتي معمول لك two videos على يوتيوب هتعمل subscribe ودق الجرس انت بقى متخيل لما قول لك subscribe اللي انا هتسمينك dollars لا يا عم والله يبعالب بالله ده الحوار كله في ادارة للقناة والادارة بتاعت القناة اللي بيدينا بياخد فلوسها ما بيجيناش احنا دولارات بالهبل والله يعني مش عايز اذكر الناس اللي بيجي لها دولار الناس اللي بتعلم ناس الطبخ واليوتيوبر والحوار ده ده احنا الفيديو لو شافه الفين طالب تلات تلات طالب يا سلام بس احنا عندنا فيديو صراحة زي بتاعت المراجعة معادية بسم الله ومشاهدات كبيرة او ممكن سبعين تمائين الف انما انتو الدفع بتاعتكم انا باعدكو هاو حصة لليت الامتحان هتبقى هدية على اليوتيوب بتعمل لها سبع تمان ساعة ولكو حصة لونجيمان تمان ساعات هدية على اليوتيوب ولكلايفي هولا لليت الامتحان هطلحوا لك من المنصة شوف انا واقف معك ايه النهاردة بكلمك فاول يوم وبقولك اللي يحصل لك اخر يوم ان شاء الله يبقى حصة لليت الامتحان بتاخد مذكرة بتاعتك شياكة بناخده كم ضخمة جدا بس في الاخر بعرف الليمك صح هتفضل طول السنة الان من الانجليزي وانا فرحان انت بتبقى الان الان يعني هزاكر وانت الان يبقى خايف انما لو انت شايف الموضوع السؤال الصعب علي ففي فيديو هنا يا ميس هنا بصي يا بنتي كده على حاجة اسمها ابريفيشن هتقابلك كلمة هتلاقي الان ديت انت عشان وتشاطر عارف اني اختصلك المتنون واشتعلك يعني نون وقولك النون ممكن يبقى سينجلر هتلاقي ده الابريفيشن في الكتب الخارجي لو معك كتب خارجي المذاكرات مستر حسن انا صاحب الخلار ده اني ما في فيرب لما يسترف في المذاكرة ما في كلمة اللي اقول هي نون ولا ادفر ولا ادجيكتف فده فيديو مشروح لك جميل اوي والنون زي اشكاله والوانه ممكن كاونتابل وانكاونتابل وكلمة سامسينج تتكتب كده لا يطالب يقولي ايه الكلمة دي اقوله ده اختصال كلمة سامسينج سامبادي هتلاقيها في الشرح اجزام الجرامر يبقى الابريفيشن معاك جميلة اوي 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 والمذاكره بتاحتك هتلاقي حاجه جميلة اوي اللي هو الكيو ار الكيو ار حتى كلمة بروبوزيشن كلمة كونجنجشن ده مشروح لك بالتفصيل في فيديو جميل بسم الله ما شاء الله في بقى حاجه برضو احب اقولها لكم بالمرة لما قولي دو وان زي بيست يا هندي هنا شايفها يا بنتي مسترقتها معايا صاحي مستر محمد دي بتصرفها اللي هو يبذل قصارى جهده اي دو ماي بست ولو شي شي داس هر بست ولو هي هي داس هز بست ولو زا جافرنمانت زا جافرنمانت داس اتس بست دي بحبها اوي 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 انما في حاجه اسمها ميك زا بيست اوف ميك زا بيست اوف دي ايات هتلاقي عندك في مذكرة والداخل عندي في مراجعة اخر السنة بقولي معلش حمادة يحميك ربنا بوس بوسة اللي داخلها تشرفنا انا بعمل طالب بقى له تم ساعة حال الواجب فانت حاول تلقط معي فدي اسمها ميك زا بيست اوف ميستر حاسنز اكسي بلانيشن حاول تستفاد من ايه تلقط معنا كده وتمسك القلم وتقعد تلعب دوله منباهرة بقى عاد بفتح لبقك ومنباهر وحيانا طول السنة شقيانة فبلا عليك ركز عشان خطري زي ما انت بطلبك ان انت تركز في الانجليش لازم تركز في الكيميستر من اول السنة في الفيزيك اوعى تتراكم حاجة العالب بتقول اولاين مشكلتهم كبيرة اوعى تتراكم الفيديوهات العالب بتقول ادبي خلي بالكم ادبي المكان الشغل صعب وتقيل يعني مدرسين علم النفس مواهب عندنا والفلسفة والمنطق بيدلعولك المعلومة عشان هي رزلة وتقول التاريخ الله يكون فعونهم ده اصدقائنا كلهم اولادنا فتشد حيلك عشان خطري خلي بالك المستر بيحب الخل لكل طلاب وكل مدرسنا طب بني احمي محادت حبيب ومدرسي اللي هو الانجليزية ادل كيو ار يا ولا يا جميل انت خش عليه على الفيديو ده وادل كما اللي قلتلك تمام وانت على اليوتيوب قناتنا ان شاء الله على اديكو توصل الرقم حلو وشرف المستر وشرف عياله اللي احنا بسم الله ان شاء الله في جماهرية للطلبة فرحانة بشغل المستر على اليوتيوب حلوة اللي جاية برضو يا ولاد حل محترم لمشكلة الناون اشكال والوان والصفات اشكال والوان والاحوال اشكال عمين بقى ما تدع المينين من تاني اللي تلصة طرع منها دي برضو منازلك على اليوتيوب حلوة اوه تمام وكل ما لقى درس رزق سمعت وحشة اسحب شهر واجرامه لك على اليوتيوب اقول لك بصوله تاني يبقى انت بقى في المنصة عندك مشاهدتين هنخلوهم لك تلاتة خلوهم لك اربعا خلوهم لك خمسة ما تخافش غالص من موضوع المشاهدات ايه ناس حقيقية مركزة معك فركز معي بقتن بقى طبعا يا ولاد بسم الله ما شاء الله انا هزاكر ايه هزاكر يونت وان يونت وان مستر حسن حبيبك عنده الكفاة لو انا ملتزم بيه بس هقفلولك في حصة بس انا هاخدوه في كم حصة في تلات حصة هعمل معك كورسي جرامر زائد منهج يبقى انا هشرح النهاردة البرزنت سيمبل والبرزنت مين طب والحصة الجاية مثلا انه وتشرح ايه هشرح البرزنت بيرفكت والبرزنت بيرفكت يا مستر ده البرزنت بيرفكت هناك فين سيمبل عيده تاني بس انا عايزة مش بسيكوانس معين وبعد كده البص السيمبل والبص كونتينوز وبعد كده البص والبص بيرفكت مين كونتينوز وتلاقيين التو داخل علي في الكمبراتف اند سوبراتف اجيكتف بقى افكارها الحلوة وخش على ثري ولع بقى في الفيوتشر كله بقى تمام فانت مذكرتك الجميلة هتحتوي على ست حصة سجرامر كما لو كان كورس جرامر وحصتين بنقفلهم طب بتحب تخلص السكيلز اللي عاملة ضجة من اول سنة عشان تبقى كفاتك عالية في عيال مش مالعينها مذكرتي معاكتاب خارجي بتضيف شغل منه عادي ولو مذكرت مدرس تاني اخوي عادي ولو عايز تاخد مذكرت برضو كل ده عادي اهم حاجة مصطحتك سيبك مني انا انت لازم تبقى فرود والسنة ان شاء الله بعمل ورق وشغل يشبع عيالي صح طب انت بقى ايه الشغل الجميل بتاع السنة دي ادول حاجة يا عامة مبروك عليك خدنا قرار الكلمات كل اسبوع كفاية مية يعني عاصلنا مخنا هم المية بتاعتنا وادي الحاجات اللي هي الرموز دي موجود لها فيديو انت بتذكره عشان تعرف ان كل كلمة الفيرب عندي سبويل مصطرفو يا جماعة سبويل دي قدام تمام اتنين بعد المية كلمة بعد الديفنيشنز الجميلة بتساعدني والمذكرة اربعة اللي هو اكبر على حلوتها وجمالها الانجوج نوتس معايا بعملها فيديو كامل لوحده بس انا ببدأ الشرح بالجرامر والطبصح صحلي بناء عن طلب طلابي في حبيبي في القاعة قال لي يا مستر خلنا جرامر ونفاية وراية والفكرة انت بتقولها بطريقة جميلة بنقفل حساتنا باللانجوج نوتس حلو جميل يا ولا بعد كده بتلاقي صورتي هنا معاك لو في حاجة على يوتيوب لانه عامل برنامج اسمه الف فكرة وفكرة وان ساوزاند اندوان ايديا ممكن بقى تلاقينا انا بقالي بقى خمس سنين على اليوتيوب خمس سنين شغال اونلاين انا ما اجيش بقى تقول لي يا مستر اصد الفيديو ده من ثلاث سنين ومساين انت ملك انت وملك قصة اللبس والدأن والشعر انت ملك وملك يا عمي قال لي يا سيد ارحمني شوية يا عم ارحمنا الله يكرمك هي مصر بجاية ادراحة تعرف تعمل فيلم واي اسلامه مرة تانية فيلم عالمي عودة نابليون بونابارت فيلم عالمي هي مثلا ليبيا ليبيا بترولها كله تعرف تعمل فيلم عمر المختار مرة تانية صعب يامني الهند تعرف تعمل فيلم غندي فدي حاجات اصال ان الواحد بساعد بيشوف نفسه والله انتو ظلمين مدرسين بحلب بالله والله ساعد بشوف نفسي واسمع حصة اهلا من ساتين معرف اقولها تاني من حلويات والجمال ممكن اليوم ده كنت مركز وعمل دماغ وشرب اثنين شاي مع ثلاثة قهوة عامل دماغ بسيبني في حالي انت مركز مع مدرسة لا ده اللي تشيرت ده ده دانو ده رحل ادانو ورجع انت ملكم انا ما تركز معلومتك انت سيب المعلومة وقعد بركز بالمدرسين فانت تلاقي فيديو كنت عامل سالفادرامه ولك بوشك معلومة عاملها يعني مثلا بسم الله ما شاء الله عامل حاجات لأدب اسلامك بتقول ازهر اروح عشان اعمالها تانية سنة دي برضو طيب انا بركز ببيعود بقى تلاقيني بجعود وشوالك بيبقى جديد والله وابتو ديت حبيبي بناخد النص نفسه عشان تدلع به طيب بني احفظك ويحميك يا رب نوضوع على الهادي ونطلع بالفوكاب بتاعه اللي ولا هاري بوتر الشيس كتنة جدا شيء منه بتحله واجب بحله معك فيديو ان شاء الله باذن الله الحصة جاية وحتى الحاجة اللي بلمودة الانسة بعملك فيديو عشان كله يستفاد برضو الجرامر مدلعين وخالص الناس هنا عامل لك كل حاجة بقول لك ركز تمام صورته هتطلع لك مرة بس مرتين عشان متزهدش مني في المذكرة كل الافكار الجميلة بناخدق على الهادي كل اللي شغلني الايل بتاع اللغات ده هم بزعلين مين هم اول بيكسلوا في المادة ويتورطوا خلال سنة توريطة مش عارف من اقناحهم اللي احنا اوليفل اوليفل يامني انت عايز مستر حسني بفي الايه كار اوليفل انت عباليامني لقدك على هدو وطلع على هاي ليفل وطلع على فول هاي كمان انت مش عارف اللي خلاك مقتنع بكده ده انا مثلا مع الصنامي في البرزنت سيمبل عند اربع ملحوظات هيشلوك لما تشوفها ده انا عنده جملة هيا راميها اسمها ما تسمعش عنها حبيب دي خالص كنت مش تعرف على هاي ليفل اول ما ابدأ بيها اعمل ولا في اي حال من الاحوال اوعد دخن سجارة مست يو سموك مش مست انما فيها ابنو بنتي فاي حال من الاحوال اوعد اسرائي مست يو ستيل انت هتلاقي في الكم ده لما خلص بقى البرزنت سيمبل واقعد العب كمدرس اعدادي جميل يقولك الاسم على الهو الشو اقعد ادلعك وابدأ اسسك واطلع بيك بقى اشرخ بك قدام بعد كده عندنا زمن البرزنت بريزنت حبيبي سيمبل هخلصه بريزنت بريزنت كنتينووس بقى افكاره كلها بقى امثلته كلها زي ما انت شايف بعمل حوار جميل قوي اسمه امبروف يور سكيلز امبروف يور سكيلز امبروف يور سكيلز حسن مهاراتك من اول حس او اعطيها رباني بدك قطعتين هدية اياد القطع واد الاسئلة واد المود الانسة واد العشق كما تلي هزعلك او الخمس كلمان من صاحب الفكرة العبد الله الغلبان مين اكبرنا على كده ولادي ولادي الحلال الشطار اكبروني اهتم بيه هعملي عيال زي الدهب والله العظيم بقى بالعيال حرام يكملوا اتعلام في مصر ايه الجمال ده فبنحاولوا نشبع الكلام ده ده فقال بتشق اشقه والله العظيم ربنا يحمين ويحفظهم فقال بيدعي كده عياله يطلعوا زيهم كده من حلوتهم وادبهم واد يا عمي ترجمة كنا احنا بنعمل شغل ترجمة عالي بس اتناولك اول خمسة يمين وخمسة شمال بس بتطلع بكلمات حلوة تمام وبعد كده يا مستر هنعمل ايه اعمل لك انا مقالتين جمال المقالة الاولى والمقالة التانية تمام والكلام ده يعجبني بس اعمل حركة اوعى تضحك علي ايه هو امبروف يور هاند رايتنج حسن خطك مش كلكم خطكو حلو يعني ممكن تلاقي نفسك كاتب كتام كلام كمية جلدان بس درجتك وحشة فانا بنزل نفس المقالة بنزلها لك تاني نقط نظام اولى اولى ابتداي واحنا صغيرين لان فعل بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليها تلاقي الار بتاعتنا مفوت تبقى كده يعملها لك كده بقيت فيه ايه اللي حصل ما نعرفش سبحان الله تحولت تيجي تلاقي نفسك هتنشل بسببهم تلاقي الام يا جماعة تلاقي الام عاملها كده وزود ان زيادة فانت عامل شغل صراحة ربنا وفاقك فانت هنعمل حاجة اسمها حصل لي خطك المذاكرة دي بس اشان الورقة بقى غالة زي ما انت عارف خلاص يبقى دي هتحصل لي فيها ايه خطك اوعدك قبل ما تسمع الكلامة بنسمحها فهنستثني بس المذاكرة دي المذاكرة الجاية ان شاء الله هتلاقي اليونت كيبر شوية انتحان كامل وشامل بنموذج الاجابة وعتنسى طموحاتنا نوصل في القناة بتاعتنا للرقم الجامل ده ان شاء الله تشارك معي في القناة ضق الجرس وشير القناة لأصدقائك وجمال وبعد كده جروب طلام مستر حسن اه جميل وناس في صراحة جميلة اه بالنسبة ليوتيوب هنكمل راية كل الكلمات هتبقى على اليوتيوب. اه مسي اندي تعبت جدا قد بتعمل بقى جروبات على التليجرام فهنا هنرى لك كلمات لو لقيت كلمات الفيديو كلمات زيادة مش فرقة عادي لان انا برضو كل سنة بحاول الاخص بعض الكلمات اه جميع المحتوى معاك برضو متجاوب هنعمل لك فيديو للأسئلة المتجاوبة في مذكرة هننزلها لك برضو تاني على اليوتيوب تمام. اي درس صعب هتلاقي نفسك زائم منه اول درس صعب هيقابلك هنعرفه اسمه كلمة اول معناها كل اتش معناها كل ابري معناها كل بوت معناها مثلا العب نايزر اتلاقي نفسك جلك ورم فيهم فانا هشرحهم لك في الاكتف والباسف كذلك الجروب بتاعنا هولاد جروب من حلال لعندنا فوت ولعندنا من شاطر ومن خايب احنا كلنا مدرسين غلابة فعايزين نقدمك خدمة العمر وربنا سبحانه وتعالي اتقبل منا ومنك ومن بباق اللي بيجاهد في الظروف الصعب اللي احنا فيها جروب اسمه طولان مستر حسن نجار ابل كيشان معاك النجار انجليزي صفحتنا كتسمى حسن نجار معلش للأسف هي حصل لها هاكينج فعملنا صفحة جديدة وصفحة قديمة فانت تابعني بس على الجروب وادية الفانية الدعم موجودة عندك في المذكرة خلى عندك طول البال شوية والنهاردة هنبدأ بارت وان يونت وان ريد اول اباوت ايت هنبدأ اول فيديو بزمن اسمه البرزنت سيمبر تاني فيديو هننزل بزمن اسمه البرزنت كونتينوانس بكل مشاكلك تالت فيديو هنقضوا بارت جميل من فكرة الدرس رابع فيديو ملاحظات لغوية دي حسة الاولى في سنتنا الجميلة ان شاء الله وان شاء الله طب لما نيجي نقابلك يا مستر الحسة الجاية هيبقوا خمسة فيديو ليه هيبقى في الفيديو الاولاني تابع الهومورك اللي انت المفروض ترفعه ليه وتزبطه ليه وترفعه لي عن منصة يبقى تليقى دايما حصتك فيها 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 طب الفيديو يا مستر من ساعته كان في الوقت مالكش دعوة وانا ببصة في ساعتي وعد قالك ان اعنا بتوع ساعتين وثلاثة سبني في حالي انا بحبك فلازم اقول لك كل حاجة بالتفاصيل المملة عشان نخلص زميتنا من ربنا والنام مرتاحين البال يلا بينا نسمى الله واسألكم الدعاء وان شاء الله قول ان شاء الله الامتحان مهما كان صعوبته يكون دون المستوى يحفظك ربنا في تركيزك يلا بينا على الفيديو الاولاني يلا بينا ما تنسى بابا حبيبك مستر حسن نجارا باي 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 موسيقى 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 شكرا